بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في فيديو جديد. اه النهاردة هنتكلم عن العلامات او الرموز اللي ممكن تدل على اه على الحسد ولكن الحسد اه مش شخص هو المصاب بالحسد. انا نعرف ان البيت بتاعنا ده في حسد. او البيت ده محسود. اه احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات قبل كده عن علامات اللي احنا ممكن نشوفها في المنام ونعرف ان في حسد. اه اه النهاردة هنتكلم بقى على العلامات اللي ممكن نشوفها في الواقع مش في المنام. كمان هنتكلم عن الرموز كده يعني في السريعة عن الرموز اللي احنا ممكن كمان نشوفها في المنام. وكمان هنقول علاج ممكن يساعد في علاج المشكلة دي. اول علامة او اول رمز احنا ممكن نشوفه في البيت اللي هو بيكون مصاب بالحسد. اول حاجة ان يكون في مشاكل كتير بين افراد الاسرة او افراد العيلة. وتكون في الغالب المشاكل دي ما لهاش اي سبب. او على اهية في الاسباب. تلاقي كله متعصب. كله صوته عيلي. كله متنرفز من غير السبب مكنة او الاسباب يعني هايفة جدا. اه كمان الافراد الاسرة دي او افراد العيلة دي بتكون مصابة باكتئاب بعزلة. ممكن ما يكونوش حابين يروحوا مناسبات او خروج او كده. كمان اه اكتئاب اه يكون فيه او 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 بشكل عام القلم النفسي بشكل عام. سواء اكتئاب او حزن او ضيئة او عزلة. اه كل الحاجات دي برضو من الرموز اللي بتدل على اصابة البيت ده بال بالحسد. كمان الامراض ان يبقى افراد الاسرة دوم على طول العينين. وتبقى امراض بسيطة لكن اه ممكن يخفوا او يتم شفاقهم بعد مدة. اه حتى لو راحوا ممكن لدكتور او حاجة يبقى الدواء او العلاج ما بيعملش نتيجة او ما بيجيبش النتيجة المطلوبة منه. فتلاقيه على طول العينين. على طول اه عندهم مسلا صدوع. اه دي برضو من الرموز. اه كمان البيت معظمه بيبقى فيه كسل. خمول. عدب لا مبالاة. اه اه يبقى للشخص على طول نايم. او اه افراد العيلة دي على طول نايمة. على طول اه عندهم لا مبالاة. عندهم كسل. اه كمان اه ظهور روائح كريهة في 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 البيت. حتى لو انت بتهتمي بالنظافة او البيت ديبقى على طول نظيف او متهوي. لكن في برضو روائح غير مستحبة في في البيت. بتبقى دايما الروائح اشبه بايه? عارفين ريحة يعني بتبقى اشبه بريحة القطط او سوري او الكلاب. اللي هو اللي هو الطويلات الخاصة بالقطط او الكلاب. يعني بتبقى اكتر. الروائح رايحة على الناحية دي. اه حتى مهما نظفنا مهما عملنا مهما اه هوينا المكان برضو بيبقى في الروائح دي موجودة. اه كمان ان نشوف اه ان يعني تلاقي البيت عمال يبوز. ازاي? يعني تلاقي التليفزيون يتحرق الاجهزة عمتا اللي في البيت. تلاقيها عمالة طول واحدة وردتاني كده عملت اه اه تبوز او تتلف بسهولة. كمان اه اه التشقق والجدران ان يشوف تشوف افراد العائلة دي ان البيت على طول بيتشقق حتى لو البيت جديد. ومهما صلحوه بيرجع تاني اه بيت بيتشقق. كمان تشقر الحشرات بالاخص النمل. الدود. ان يبقى فيه نمل. اه دي برضو من الحاجات اللي اه بتدل على وجود حسد. مهما يا بقى انت استخدمتي اه مبيدات استخدمتي نضافة استخدمتي اه يعني اي كنبيلة زرية مهما حصل بتبقى برضو في اه الحشرات دي والحشرات بتبقى كتيرة. يعني اكتر طبعا من العادي. وفي العادي احنا لو حتى لو في حشرات بتنتهي من لو رشينا مثلا المبيضة او ان احنا نضافنا شوية او اه تمينا يعني بنضافة شوية او اه بالمبيض بتنتهي. لكن مع وجود الحسد ما بالحشرات دي ما بتنتهي. الشو بالاخص النمل وزهور دود. في البيض. اه كمان اللمبة او النور تراها على طول بيتتفي. على طول اللمط بتتحرق. دي برضو من العلامات او الرموز اللي بتدل على اه وجود ده حسد. كمان قلة البركة. ان تلاقي البيت ده ما فيهوش بركة. ما فيهوش بركة في الرزق مثلا. تلاقي الافراد بيصرفوا فلوس كتير جدا جدا على حاجات عايفة وعلى حاجات ما بيحسوش بيها. يعني ما بيحسوش بالفلوس اللي اللي هما بيصرفوها دي. او يعني ما بيبقاش فيه فايدة. آآ يعني يعني راجع على صاحب البيت من الصرف. فتلاقي الفلوس بتستيرف في اماكن غير يعني غير مناسبة. انت تلاقي ما فيهوش بركة. حتى يعني لو صرفنا في المكانها الصحة بس ما فيش بركة. فيش بركة في في الرزق بشكل عام. آآ كمان آآ الشخص ده آآ بيبقى تلاقي فيه مشاكل سواء مشاكل مع مع زوجته ومشاكل مع اولاده ومشاكل آآ في الرزق بشكل عام. او في الصحة على حسب العين ما آآ ما اصابت. آآ دي الرموز اللي ممكن نشوفها في في الواقع. في رموز بقى ممكن نشوفها في المنام. رموز كتير قوي هنقولها بشكل سريع. زي مسلا الحيات العقارب السحلية البورس التعبين آآ الكلاب القطط آآ اني نشوف آآ نظرة نظرة حقد او نظرة غل من حد بيبصتنا في المنام. يعني نشوف شخص بيبصتنا بنظرة سواء نظرة حتى نظرة اعجاب. نظرة اعجاب ان الشخص ده بيبصتنا بنظرة اعجاب او بيبصتنا بنظرة فيها حقت فيها غل. آآ كمان آآ الاصابة بال بالرصاص. يعني تلاقي حد آآ يعني اصابك بالرصاص. مش كل الرصاص بيعتبر حسد. لكن في اوقاته في غالب بتكون آآ بتكون آآ اصابة بال بالحسد. كمان المراقبة. ان حد بيرقبني. ان حد ماشي معايا ورايا. كمان الكاميرا. كاميرا المراقبة. دي برضو من الكاميرا اللي هي بتتعلق في المحلات او بتتعلق في البيوت. اللي هي كاميرا. دي دي برضو من الحاجات اللي هي بتدل على حسد. تاني. ممكن بقى الحسد لان عمتا آآ بيقلب لسحر في الاخر فممكن برضو الرموز اللي بتدل على السحر بشكل عام. آآ زي مسلا ان يشوف اليهود ان يشوف آآ ان يشوف آآ انه بيأكل سم انه هو اللي فيه حيوانات بتجري وراها بتأذيه آآ يعني يرمز كتير آآ كمان رؤية الاثار الفرعونية نشوف فرعنا يشوف آآ آآ شوف آآ اللي هي مدينة بابل اللي في العراق مشهورة كانت مشهورة ومذكورة في القرآن بقصة مشهورة في الحسد او السحر دي برضو من الحاجات آآ العلاج بقى اولا لازم آآ البيت ده يشتغل فيه قرآن بشكل مستمر لازم يقايد سورة الكرسي على طول بتقرأ في البيت او بتقرأ آآ او يعني بنفتح الشبابيك وبنشغلها في في البيت كمان آآ قراءة ركاة الشرعية وآآ ان انا احطها في الجدران بتاعت البيت طبعا مش على الارض يعني في ناس آآ بترمي المية اللي المقروقة عليها دي على عتبة البيت طبعا ده آآ حرام طبعا لانه مقروقة عليها قرآن فممكن على على الحيطة او على العبان يعني على البيت على الباب من فوق او في الجدران في الاربع آآ في الاربع اركان بتاعت الاودة او بتاعت المكان آآ بيت التراش دي برضو آآ من الحاجات طبعا البيت اللي لازم افراد العيلة دي او افراد البيت ده يلدثموا بالعبادات بالصلاة بالآآ بقراءة القرآن بأسكار الصباح والمساء بالتحصينات بشكل عام كمان آآ بلاش الموسيقى بلاش الغناء في اللي احنا نشغل الموسيقى او نشغل الغناء في في البيت دي برضو من الحاجات اللي بتساعد على دخول الشياطين بشكل عام في في البيت كمان في حاجة مهمة جدا بلاش ان احنا نحكي ان احنا 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 كتير قوي بنبقى احنا السبب في الاصابة بال بالسحر او آآ او بحسد بنبقى سبب في انها نقود نحكي آآ عن احنا جبنا احنا اشترينا احنا روحنا رسول عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بقضاء حوائقكم بالكتمان آآ فما علش يعني مش لازم كل خير او كل حاجة في حياتي احكيها او اقولها لازم يكون في آآ نوع من الخصوصية آآ آآ علشان بس ما يحصلش يعني آآ اصابة وربنا يحمينا جميعا آآ من السحر والحسد آآ دي كده كده اهم الرموز اللي احنا ممكن نشوفها في في الواقع وكمان ازاي آآ يعني نعمل آآ او نعليجها آآ بتمنى نكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله آآ في فيديو جديد مع السلام. اشتركوا في القناة